مين هكتر ليب عجبك النهار ده محمد؟ كريم فؤاد مش عاجبني النهار ده بس كريم فؤاد عاجبني بقاله فترة كبيرة جدا قصة ان انت تبقى تيجي تلعب مكان عالي معلول اصلا حتى لو انت بتلعب بشمالك ايو حتى لو انت اجمد باك لفت في مصر مصري محلي هتيجي مكان عالي معلول هيبقى مقارنة صعبة جدا التطور بتاع كريم فؤاد وواضح ان هو بيتمرن لوحده كتير جدا بيتمرن لوحده في ان هو ازاي يلعب بشماله يلعب افراد بشماله يلعب افراد بيمينه التغطيات وبعدين معدلات الجارية بتاعت كريم فؤاد رائعة النهار ده هو خد احسن لعب في المباراة هو يستحق احسن لعب في المباراة طبعا لان نهار ده ما كانش فيه لعيبة كتيرة من فرقتين كانوا مميزين ولكن كريم فؤاد اما نيجي نتفرج نشوف الارقام الاول بتاعته عشان ارقامه كانت ممتازة النهار ده هو اكتر طبعا النهار ده هو لمس القرى 53 مرة اللمسات صحيحة 46 لمسة من اصل 53 نسبة 87 في الماء عمل 3 مراغات صحيحة بنسبة 100 في الماء شوف الارقام اللي بعدها الرجل عمل تمريرات سيارة 43 تمريرة بنسبة 93 في الماء 46 تمريرات طويلة عمل واحدة من اصل 2 صحيحة بنسبة 50 في الماء والعرضيات بتاعته عمل 3 عرضيات صحيحة من اصل 5 بنسبة 71 في الماء وديه ارقام رائعة نجي نتفرج على الحالات بتاعت بقى كريم فؤاد ونعرف كريم فؤاد بقى إزاي هدك أو صداع لأي فريق بلعب النادي الأقلي في الجبهة الشمال لأن قصة بقى هو أشول والليمن هتشوف بص بص على كريم فؤاد قاعد مستني الكرة وأول ما الكرة هتجيله دايما كريم فؤاد بيتصرف صاحب الكرة هوا بص هنا نزل خد الكرة على طول هيلعب الكرة لحسين الشحات حسين الشحات استلمة يعني واحد شوية الكرة طالت منه فهو دايما الراجل على فكرة نرجع بس للأوفر ده أو زيارك حاجة غريبة جدا الوفر ده ما لعب بشماله يعني هو إن انت تلعب كرة تشيب وإنت أصلا لعيب أيمن واضح إن الراجل بيتمره كتير جدا بتعملها بالدقة دي بالضبط انت تعملها بالدقة دي في وسط الزحمة دي يعني بص هو هنا أول حاجة نزل استلم بص هلعب الكرة بإيه بشماله تشيب صعبة جدا في ظل إن انت أصلا رجلك القوية هي الرجلين اليمين حالة اللي بعدها على طول نفس الكلام برضو هتلاقي بص كريم فؤاد دايما عاوز يغرب دايما على طول هو قراره الأولي إنه هو دايما يخش على المغرب نرقص وقام لعب الأوفر الأوفر ده كان برضو خطر جدا ولكن بسامة بعالي ما قدرش إنه هو يتعامل معه وده الكرة ده الهدف اللي هو جيه وكان فأول النادي الألي فهو حتى كمان كان بعد الهدف الكرة الثانية عاوز أوليك بقى بص هنا كريم فؤاد هيسلم الكرة لإمام عشور فين كريم فؤاد؟ كريم فؤاد زي ما هو واقف على طول هياخد يا كريم المساحة وياخد الخط ويجري يساعد طاهر محمد طاهر على طول هياخد الكرة بص هنا بقى هنا الكرة أول ما تقطعت منه ما ما يسكتش ياخد الكرة ويخش معينه قوته البدنية مفروض الرجل التاني يقوى منه خد الكرة ورجحها التاني بالضغط العكس للنادي الألي وكانت فرصة خاطرة تعالوا بنفرج برضو نفس الكلام على الكرة دي على طول هو متواجد في المناطق الأمامية بص الأوفر قبل ما بيلعب الأوفر كريم فؤاد دايما بيبص والكرة بقى الأخرانية اللي كانت مهمة جدا بص الرجل الكرة تقطعت من النادي الأهلي شوف بقى يا كريم التاكلنج اللي هيعمله وبيرجع الاستحواز مرة تانية للنادي الأهلي معدلات الجاري بتاعته مش طبيعية فعشان كده كريم فؤاد يستحق الإشادة مش مبارات النهاردة بس وعمل مبارات أحلى كمان مبارات النهاردة فكريم فؤاد يجي بعد علم علول وهو لعيب أيمن وممكن نقول إنه عشان لعيب أيمن فيقوم بدور الباكلفت التقليدي العادي لا الراجل أكتر رعيبة اللي بتعمل كروس الصح الراجل دايما متواجد راجل دايما ليصناعة أهداف فعشان كده بصراحة تحية كبيرة جدا لكريم فؤاد اللي هو بشتغل بره الملعب كتير معلن حبيب يا كريم